شارك سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جونيف في اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج المفاوضية السامية لشؤون اللاجين وألقى كلمة المملكة التي حذر فيها من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة نعرف عن أسف بلادي لحالة التصعيد العسكري بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مما نتج عنها ارتفاع في مستوى العنف والدائر في عدد من الجبهات وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة وتدعو للوقف الفوري للتصعيد وحماية المدنيين مؤكدا على الروح القيادية للمملكة من خلال المبادرات التي تقدمها في إطار مواجهة التحديات المناخية والحلول السلمية للصراعات والحروب ومن خلال نهجها الإنساني والتنموي مع إيمانها بمنهجية الحلول المستدامة لتلك التحديات تعد المملكة من أكبر الدول المانحة المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية بالإضافة إلى جهودها في استضافة أولئك الفارين من ويلات الحروب والصراعات كما قامت بلادي بمساعدة عدد من الدول المستضيفة للاجئين وتقاسمت معهم الأعباء والمسؤوليات مشيرا إلى أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في العالم مستعرضا جهود المملكة في مجال العمل الإنساني بالإضافة إلى ما تقوم به من مساعدة لعدد من الدول المستضيفة للاجئين حذرت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي من انفجار الأوضاع في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي طاه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف شكرا شكرا